موسيقى هلو اليوم الدرس هذا أخذنا قبل فأنت رح تحكي طب اوكي في كمان ايديامز يس في كمان ايديامز الدرس اليوم زي ما عملنا بآخر درس عن ال ايديامز رح نتعلم ايديامز ومعانيهم ورح نتعلم كيف نستخدمهم طبعا ال ايديامز زي ما بحكي لكم هو بحر حرفيا في كتير عنا امثلة زي هيك باللغة الانجليزية بس انا عم بحاول ألاقي لكم اكثر استخداما اوكي تعالوا نبنش مع بعض رايشل's wedding wasn't cheap the dress alone cost her an arm and a leg اوكي انت ترجوها مع بعض عرس رايشل ما كان رخيص cheap ببعن رخيص ما كان رخيص the dress alone cost her an arm and a leg حسا انت بس تحكي والله something costs an arm and هاي طبعا and and a leg بمعنى انه هو كتير غالي كتير كتير غالي يعني انا لازم يعني بعت كلتي بعت كلتي عشان اشتري هالاشي بمعنى انه an arm and a leg انه انا الشغلة كانت كتير غالية اللي هو it costs an arm and a leg بمعنى انه الاشي كتير 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 غالي okay do you know the names of any jazz musicians i can't think of any examples off the top of my head off the top of my head بمستيجي تحكي والله i can't think of it off the top of my head يعني اشي على طرف الساني حسا باللغة العربية بتحكيها على طرف الساني بس باللغة العربية باللغة العربية منحكيها على طرف الساني باللغة العربية منحكيها off the top of my head يعني انا مش قادل افكر فيها careful يعني موجودة بس مش لاقيها I can't think of it طريقة منيحة I can't think of it carefully I can't think of any examples off the top of my head يعني ما في اشي خاطر بباري حاليا off the top of my head هلا اوكي استنعوا قبل ما نكمل في شغلة كمان تانية اللي هي على طرف الساني ممكن كمان نحكيها tip of my tongue يعني انت في عندك شغلة انت بدك تحكيها وعارف شو هي بس مش قادل تطلق الكلمات كتير بتصير معنى كتير مننسى شغلة مننسى كلمة مننسى جملة فشو منحكيها هاي اشي تاني هاي example هون راح اكتبها تحت اللي هي tip at the tip of my tongue at the tip of my tongue نفس الاشي اللي هو بمعنى انه ع طرف الساني هلا off the top of my head tip of my tongue اللي هو على طرف الساني Alex got caught cheating in an exam tell me more I'm all ears Alex المسكت وهي بدغش بالامتحان هلا هذا حدا حكى هاي اي حكى شو بي حكى tell me more احكيلي كمان I'm all ears طبعا هي مش معنى انه والله كليات ذين او one ear بمعنى انه انا كلي اذان صاغي مثلا I'm all ears هاي كتير تستخدم ونصيحة تعلموها عشان تستخدموها انتو كمان حدا بده يجي يحكي لكم اصا يحكي له I'm all ears انا خلاص ديني الىك I'm ready to listen to you I'm all ears بمعنى that you're listening carefully انك انتعم تسمع بحرس be carefully اوكي تعالوا نشوف هاي الايدين كمان I hate living at the top of a hill walking up it walking up it everyday is a real pain in the neck انا بكرة I hate living اني عايش على you know at the end of the top of a hill بمعنى انه على آخر الجبل اني امشي كل يوم لفوق اني مشي كل يوم is a real pain in the neck بمعنى انه وجع بالرقبة بمعنى انه it's very annoying انه كثير متعب انه كثير متعب انك كثير مستفز هاي كمان تستخدموا اعطيكم مثال انت عم تحكي مع اخوك انت عم تحكي مع اخوك وكثير مزعجك وكثير عم بيحكي انت خلاص بك تخلص انك تروح تنام عندك شغل اي امكان فبشو بتحكي له you are a pain in the neck هلا ما حرفيا ما حرفيا ما معناها انك انت والله خلاص تعب او ان انت ألم برعبتي بس هي ما معناها انك انت ألم برعبتي معناها انك انت جدا مستفز هاي هي انه انت you're very annoying فانتا you're a pain in the neck اوكي I didn't realize it was 9 o'clock already when you're having fun هلأ في ايش هات تيجي بقبل هاي الشغلة فالأكسفرشن هون اللي هو time flies بمعنا ان الوقت بيحلق الوقت بيطير وحنا هاي نستخدمها بالعرفة والله الوقت طار يي شو كم الساعة الوقت طار وقت طار بمعنا ايش بمعنا انك انت ما حست بالوقت من كتر ما انك انت كنت عم مبسوت من كتر ما انك انت كنت متحمس ومبسوت باللحظة ما حسيت بالوقت فالوقت طار من الوقت time flies هايها feels that it's going really fast بمعنى ان الوقت كتير مش بسرعة time moves fast time moves fast فأحنا مستخدم time flies مارتي really enjoyed his birthday party مارتي كتير حفلة عي ميلاده in fact we all had a whale of time in fact we all had a whale of time صراحة كلاتنا whale of time هلا whale of time بمعنى you really enjoyed something and had fun انت بس تيجي تحكي whale of time I had a whale of time يعني انت كتير نبسطت انت you enjoyed something وكتير حبيت وكتير you had fun وكتير نبسطت بالشغلة وكتير تسليت فبس تيجي تحكي انك انت كل هذا تسليت باشي وكان حبيت الشغلة اللي عملتها أو انه had fun نحكي whale of a time we all had a whale of a time وكي it's very rarely snow is in my home time only once in a blue moon يعني مش كتير بتتلج عنا بمعنى in a blue moon only once in a blue moon once in a blue moon يعني rarely almost never يعني يعني مش مش كتير rarely يعني كل فترة فترة once in a blue moon once in a blue moon بمعنى انه rarely almost never يعني احيان عمرها ما بتصير rarely بمعنى انه ابدا ما بتصير فـ Once in a blue moon تستخدم للإكسفرشن هذو بس تحكي إنه very very مثلا خلي نحكي إنه في واحد كثير متأخر عندك بيجي متأخر على الشغل فـ He comes دائما بيجي متأخر بمعنى إنه دائما بيجي بدري بالموت للي يجي بدري أو مش دائما بيجي بدري مش دائما فـ He comes early بمعنى إنه بيجي بدري once in a blue moon يعني بيجي بدري مش دائما مش دائما بيجي بدري He comes early once in a blue moon بمعنى إنه rarely أو almost never Okay I never do my homework early أنه عملي ما بعض ما لواتباتي بدري Last week I was so late I almost got it in at the 11th hour 11th hour بمعنى إنه أنت خلص سلمته على الوقت ما كانش غير وقت بمعنى means only just in time يعني خلص deadline كان على 12 أنت سلمته بالظبط على الحداشة 59 مثلا فشو هون بتحكي بتحكي I only got it in at the 11th hour الإكسبرشن the 11th hour بمعنى إنك أنت في شغلة على الوقت سلمته أو almost على الوقت خلين نحكي إنه I arrived at work I arrived at work إنه أنا وصلت الشغل at the 11th hour at the 11th hour almost at time كان يدوب شوي وكنت راح نفس صنع خلين نحكي أو I خلين نحكي I I I I I okay I submitted يعني نفس الشغلة I submitted my homework إنه أنا سلمت واجباتي at the 11th hour أنا سلمته at the 11th hour يعني نفس الشغلة إنه I submitted بما راح سلمت بآخر لحظة أوكي هلأ هون هاي شوي طويلة وهدي راح تيجي إشي بعدين إش يعني كلمة بعدين بعديها بتكون الكلمة الثانية we are organizing a surprise party إنه إحنا عام نرتب أو منجهز لحفلة يعني you know a surprise party اللي هي حفلة مفاجئية لا my dad for my dad اللي هو لا للأب but he arrived home early ولكن وصل بدري my mom told him a long story outside to buy us time to get everything ready inside بسمعوا منيها هاي شوي طويلة my mom إمي حكيت له القصة طويلة عشان تشتري لنا وقت buy us time to get everything ready inside so buy time إنك تشتري الوقت هذه معناها او معناها الحرفي اللي هي زي منك شعيفين عم بشتري الوقت بس معناها خلينا نحكي الـ edimize الآن التطول بشغلة تأخرب شيء لمصلحتك buy us time مثلا لا أعطيكم مثال هذا كثير 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 كنت أستخدمها انا أيام الجامعة وكنت أستطالما مع صحباته مع آهري ومثلا يكون فيها إلي تسليم لدينا تسليم بكرة و أنا لسا أستغل لي شيء مجاهزي فشو بروح من صاحبتي بحكي لها Can you go to the professor and buy us some time إني روحي عند الأستاذ أو الدكتور وشرينا شوائد أو أنه طولي هيك يعني buy us some time إنه بدي إياكي تروحي تأخري شوائي لهيه احكي له إنه اسمع من شان الله بدنا بس شوية وقت فهي كمان ممكن تستخدم كbuy us time أو مثلاً أنت لازم تروحي توصل على الشغل بهذا الوقت وإنت رسالتك متأخرة بدك تروحي تحكي للمديرك إنه بدك شوي وتوصل you need to delay something فنفس الشغلة تقول لك إنه I want to buy some time أو buy time buy time معنا إنك أنت عم بدك تشتري شغلة بدك تشتري وقت هو مش حرفي تشتري وقت بس أنت بدك تأجل إشي لمصلحتك لك تحاول يتأجل مثلاً ساعة ساعتين يوم يوين فأنت يوانا buy time إنك إنت بدك تشتري وقت بس عشان تقدر تلحق اللي عليك فرير advantage لمصلحتك هلا في عنا كمان idiom we've got I'm not well at all in fact I've been feeling under the weather under the weather بمعنى كأنك إنت خلاص مريض أو زعلان under the weather هلا في أحنا عنا under the weather بمعنى أنه تحت الجو المعنى الحرفي ولكن أحنا ما بنستخدم طبعاً المعنى الحرفي بنستخدم المعنى underlying meaning ليهوانا I feel a little ill مريض ill بمعنى sick or sad بمعنى أنك حزين فunder the weather I've been feeling under the weather I feel under the weather and so on okay انشوف هادي look outside it's raining cats and dogs cats and dogs اللي هو إنه المعنى خلين نحكي الحرفي اللي هي عم تمطر قططاً وكلاباً ولكن that's not the case at all باز نيجي نحكي إنه it's raining cats and dogs this means إنه انت عم تمطر بغزارة it's raining heavily heavily so the rain كتير عم تمطر في it's raining heavily okay how many cows are there in Canada how many cows are there in Canada كم بأر في بكاندا ما بعش ليش السؤال عن البأر بس يلا how many cows are there in Canada I don't have the foggiest idea this means that you don't know anything about something I don't have the foggiest idea or the foggiest idea بمعنى أنت ما بتعرف ولا إشي عن الوضوع I don't have the foggiest idea حدا إيش يسألك حكالك إنه what is our assignment إيش هو واجبنا طبعا هالسؤال كتير راح تسألوك كتير راح ينسأل بجاما what is our assignment رجالك تحكي لو I don't have the foggiest idea يعني أنا ما بعرفش عن جد ما بعرف ما عنديش ولا فكرة عن الموضوع اللي انت عم تحكي عنه okay نشوف كمان في عنا last week I got ill but I got some medicine and now I'm bright as rain الأسبوع الماضي أنا كنت مريض بعدين جوبت دوا وهلا أنا right as rain right as rain بمعنى أنا بصحتي القوية بصحتي السليمة right as rain فش يعني right as rain this means that you are in perfect health okay I was sick but now I am right as rain right as rain بمعنى أنت بالperfect health أنت بصحتك الماكسم الماكسمم يعني when I saw my baby daughter for the first time I was on cloud nine بص شفت بنتي الأولى للمرة لأول مرة كنت على الغيمة التاسعة اللي بيحبوها on cloud nine فش يعني؟ يعني أنا كنت very happy يعني أنا كنت طاير من الفرحة هاي هي طاير من الفرحة بمعنى بالإنجليزي on cloud nine أنت على الغيمة التاسعة ما بعرف شو بالضبط ليش التاسعة ليش مش التاملة بس هي هيك بتنحكها on cloud nine بمعنى أنك طاير من الفرحة very happy or delighted again very happy or delighted بمعنى on cloud nine I am very excited for today's party أنا كتير متحمس لحفلة اليوم I am on cloud nine أنا on cloud nine هاي هي هي تمام نشوف كمان في عنا I work hard all day but my brother is a couch potato my brother is a couch potato بمعنى أنه هو كتير كسول the idiom means that someone is really lazy really lazy really lazy and sits around doing nothing بس خلاص couch potato هاي هادي كان بتستخدم جدا 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 هو أنه أنت ما بتعمل إيشي بطالك بس آد على تغتك بتظلك آد على الكنباي أي أن كان أنت بيسموك couch potato أنت لو أنك شخص كسول شخص ما بيحب يعمل ما بيحب يطلع ما بيحب يعمل بيضل بس قاعد بيسموه couch potato أوكي مدين في عنا my best friend is a smart cookie she just got a scholarship to go to university in the USA والله صاحبتي أو my best friend اللي هو صاحبتي المقربة she is a smart cookie أنا والله cookie ذكية جابت من حالة تدرس بالامريكا الأمريكا United States of America اللي هم الولايات المتحدة ف smart cookie يعني شخص جدا جدا ذكي smart cookie يعني شخص جدا ذكي أوكي نشوف كمان في عنا I'm worried about telling my mom I lost my phone I think she's going to go bananas go bananas go bananas بمعنى أن الواحد رح يعصب كثير I went bananas أنا عصبت ممكن حتى تكون عصبت بمعنى angry وممكن حتى أحيانا بتكون بمعنى أنك روح خلص be crazy بمعنى جن مثلا الولاد رايحين على فيكنيك تمام فبتحكي لهم يلا go crazy go bananas go bananas بمعنى أنك انت خلص هيك ان جن أد ما بدك ان بسط أد ما بدك بمعنى go bananas هاي كما كتير تستخدم وممكن انتو تستخدموها يعني هنا I think she's going to go bananas at me بمعنى أنه أنا أعتقد أنها رح تعصب علي أوكي فعنا كمان I don't it's a long story but in a nutshell I don't think I have a job anymore هي قصة طويلة بس المختصر المفيد هاي هو nutshell بمعنى المختصر المفيد ما أعتقد أنه عندي وظيفة هلأ ممكن نحكي أنه nutshell بمعنى أنك أنت عم تختصر الأشياء اللي خلص معجوق بدنا تحكي الأصلاح الصو مع أولها وآخرها وكل الكمplications تحكي in a nutshell ممكن تحكي in a nutshell وممكن كمان هاي كتير حلوة وكتير مفيدة وكتير حلوة يعني تتعلموها اللي هي long story short بمعنى أنه مختصر المفيد أو مختصر القصة يعني هي قصة طويلة بس اختصرناها long story short I don't think I have a job anymore in a nutshell I don't think I have a job anymore نفس المعنى long story short in a nutshell نفس المعنى وبتستخدم لأن حتى تحكي إنه فيه إشي جداً أميق وجداً هاي بس أنت اختصرت المعلومات أوكي Can you guess the idiom في عنا I can't understand anything you're saying start at the beginning of the story again hold your horses I can't understand anything you're saying hold your horses المعنى الحرفي طبعاً يمسك أحسنتك بس فيش إشي إنه اسمه يمسك أحسنتك فهي إش يعني بالإنجليزي يعني أنه أنت بتحكي لحد يستنى hold your horses مثلاً فيه حدا كتير متحمس بده يروح يلا ففيش بتحكي له hold your horses it's not time hold your horses بمعنى hold your horses إنك أنت استنى شوي اسبر wait okay hold your horses بمعنى wait في عنا when I first moved to Spain I felt like a fish out of water I didn't know what was going on half the time a fish out of water بمعنى أنه أنت حسيت حالك أنه ما مسك رحيت you felt uncomfortable in a new situation هاي كتير بتصير فينا هسا الاجداد رايحين على المدرسة مثلاً رح تحسوا حالكم a fish out of water السمك بس تطلع بر المي هل رح تكون بي خلينا نحكي بالsituation تبعتها المناسبة of course not الشخص اللي دائما مستريح ب الانبيرومنت تبعته لو طلع براها هل رح يكون comfortable ومستريح طبعاً لا فfish out of water بتبعين أنك أنت شخص you're uncomfortable أنك أنت مش مستريح أنك أنت مش مرتاح بالsituation بالمكان اللي جديد عليك أوكي تمام my little sister really bugs me sometimes bugs me bugs ومي bugs بمعنى الحشرات بس bugs بمعنى كمان annoys us she is ممكن نحكي زي ما حكينا قبل my little sister is a pain in the neck بمعنى أن she's very annoying وممكن نحكي اللي هي she really bugs me هاي بتكون باستخدامها كverb which is she really annoys us most of the time إنها كتير مستفزة كتير زنخة إلى آخره إنه she bugs us كتير بتستفزنا تمام؟ في عنا I love reading so much I'm a bookworm 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 للناس اللي بتحب تقرأ اللي عم بيحضرونه وبيحبوا يقرأوا وعندهم هواية القراءة وحواية تجمع الكتب وإلى آخره انتو بسموكم bookworms الناس البوكورم هم الناس اللي بتحب تقرأ هادي تستخدم لحتى أنت تعبر أو تحكي عن حدا بيحب يقرأ Are you a bookworm? Maybe you are bookworm بمعنى حدا بيحب يقرأ كتير 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 Okay He's one of the worst people I've ever met Mary Harry When pigs fly He's one of the worst people I've ever met When pigs fly هادي كل هاتم نعرف إنه احنا خلزين خلين نحكي عمرهم ما راح يطيروا So الإكسرشن هادا بيستخدم إنه that something will never happen When pigs fly I will go to the moon بمعنى إنه going to the moon إنه عمرهم ما راح تصير When pigs fly I will go to the moon يعني وقت ما والله الخنازير يطيروا أنا بروح على الأمر فشو بمعناها؟ إنه معناها هم الخنازير وعمرهم ما راح يطيروا بمعنى إنه أنا عمري ما راح أروح على الأمر فأنت هيك بيكون معناك إنه I will never go أو خليني نحكي أنت بتكره البيتزا كتير كتير تكره فيتزا فشو بتحكي له قدامك When pigs fly I will eat pizza بس يطيروا الخنازير أنا بأكل بيتزا فشو بيعني يعني هم عمرهم ما راح يطيروا فأنت عمرك ما راح توقل بيتزا فهي معنى إنه something will never ever happen أوكي هيك بنكون خلصنا درس الإيديم الإيديم الإيديمز صراحة بحر يعني أنا احتمال كبير يكون فيه عندنا كمان إيديمز نمبر 3 هلأ هذا الفيديو إيديمز نمبر 2 فيه احتمال يكون فيه عندنا إيديمز نمبر 3 عشان هم كتير مفيدين وكتير بيحسسوا لقدامك إنك أنت فاهب اللغة وعارف شو بتحكي وشاطر باللي بتحكي هلا راح نواخد السنة وتستلوا عن المنرسل الgoals استحملوني استحملوني واحد 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 يالله اوكي هاين هوان اوكي اخيرا فتعلا نشوف هل حققناTY اللغة اليوم أول الاشي يلمź الإيديمز وت ihre meanings يا فيدي؟ تعلمنا نحنا يديميز كتير جيدة اليوم تعلمنا تعلمنا معنام معنىهم وطريقة الصحيحة لا إستخدامهم اوكي؟ Workersوا به أحديثكم بالشات مع أصحابكم أين كان مارسوا اللي تتعلموا تمام ونشوفكم إن شاء الله بالدرس الجاي باي باي